من الناحية القانونية اكو شيء انا اعتقد الحكم المتوقع من المحكمة خلي اقول الحكم المتوقع انا اعتقد اذا ماكو توافقات سياسية ما رح يصدر قرار بعودة الكتلة الصدرية بالكامل الى البرلمان اذا ماكو توافقات سياسية اعتقد سيعاد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ليش ناس النواب باعتبار انه هذا تم التصويت على داخل مجلس النواب يعني ما اكتسب الموقع نتيجة انتخاب الشعب الى وانما المجلس هو الذي انتخبه يجب ان تتم عن طريق والمحكمة الاتحادية تبقى للمادة 94 او 93 رابعا لها الحق في يعني النظر في القضايا الاجرائية التي تم داخل مؤسسات الدولة العليا وهذه من القضايا الاجرائية اللي يمكن ان يتم النظر اليها لكن مع ذلك يعني الاحتمال الاخر انه ان ترجع يرجع النظر في هذه القضية ايضا الى ما بعد وقت اخر لانه تبقى مفتاح للحل اذا صدر قرار بصددها تغلق ابواب الحل واني اعتقد ليس من الصحيح ان تغلق ابواب الحل ترجمة نانسي قنقر